كريم فيه كلام كتير بصراحة ممكن الواحد يقوله بس هو مش هيبقى زيادة عن اللي تورح قريدي على الساحة الإعلامية وعلى السوشال ميديا وغيره ولكن برضو يعني احنا لازم نتكلم وكمان نتكلم في اللي يخصينا لو هنتكلم تحديدا قبل ما نروح للملف يعني وتفاصيله بتاع المنتخب والمباراة اللي جاية مع كوريا الجنوبية ان شاء الله وبالمناسبة كريم منتخب كوريا من المنتخبات التقيلة وما هياش حتى لو هي مباراة ودية انت بتتكلم هي مش هتبقى سهلة والبعض عايز اقولك من دلوقتي متوقع الخسارة يعني بيقولك احنا يا رب ما نخسرش اكتر من واحد سفر يعني شوف انت واصل بتموحك لغاية ايه فده شيء مؤسف طبعا شيء مؤسف جدا ان احنا نتكلم او اصبحنا احنا نتكلم بهذه الطريقة ولكن برضو في الاول في الاخر احنا بقالنا اكتر من عشر سنين تقريبا مفيش استقرار ومفيش اصلا يعني مش بس استقرار يا كريم الجملة انا عايز اجيبها هو مفيش حاجة سبتة انت واقف عليها بمعنى اصحة فيه كرة القدم المصرية يعني مفيش بيز قبل كده كنت حاجة وبعد كده بقيت حاجة تانية تماما وللأسف الحاجة اللي انت بقيت عليها هي رجعتك رجعتك لسنين يمكن مفروض انت بتتقدم لكن انت بتقدمتش خطوة واحدة ففي مشاكل كتيرة 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 موجودة وده اللي احنا مش بنحاول ان احنا برضو نشعل للدني عشان برضو الكلام يا كريم ما يبقاش واخير نفسيا احنا جيح امالنا حاجة احنا بنندهش من بعيد ده في ناس حتقطع شرائرها لأيوبين الجايين ده لا بص في حاجات يعني اقول لك على حاجة انا كنتش عايزة تطرق قوي لان والله ما اقيل من زملائنا كافي بجد مبارح انا قعدت اتابع كنا مقتطفات قبل ما انا قعدة هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية بصراحة يعني كلام كان في غاية الاحترام من كل الاعلاميين ومن كل الزملاء لكن في حاجات الواحد بيبقى مش قادر يعني فكرة اننا يوصلي اننا كمطلقي واحد من الجماهير المصريين اننا المدير الفاني بتاع المنتخب بتاعي بيتم الحديث حتى لو بطريقة ان دايريكت غير مباشرة انه هو تم اتقالته بما معناه انه هو تم تكليف كابتن حازم امام وكابتن محمد بركات انهم يطيدوا يدوروا على مدير فاني اجنبي فده بيديني مؤشر ان هي بطريقة غير دايريكت ولكن واضحة برضو ان خلاص كابتن ايهاب جلال لن يكون مستمرا بعد العودة من كوريا يعني ولانا غلطانا طيب هل انت فاهم يعني مسئولية هذا التصريح قد ايه ممكن ان هو يؤثر على كابتن ايهاب نفسه ويؤثر على علاقة كابتن ايهاب باللعيبة ويؤثر على الجو العام ككل يعني انت متخيل انت رايح زي بالزبط كده مثلا انت بقى جاي الهوى وبعدين يعني انت تعرف ان ايه ان كريم كوجك او نهواند مش معنا بعد كده في قرية الاهلي هل انت هتطلع الحلقة قادر داك تشتغل ما هو بطبيعة الحل لأ طب انا هنا على الهل حبا بالكتير جاي بالتجمع الخامس لكن كابتن ايهاب جلال تم اتقالته هو على متن الطائرة صحيح يعمل ايه يعني حتى التايمينج الاهواند حتى الناس كتير على فكرة وقفت عنده قالك طب ما تقيلوا قبل ما تقيلوا بعد تقيلوا اثناء لكن ايه ايه وانت في الطائرة غريبة ما دي مسئولية التصريح بقى يبقى لما بقول تصريح بقى اولا باختار التوقيت السليم دا اللي انا عرفه من اي مسئول وفي نفس الوقت التصريح بيصدر ازاي برضو لكن اللي احنا شفناه انا اسفة جدا ولكن انا هختار لفظة عشوائية في اتخاذ القرار لا اكتر لا اقل تاني انا مش عايزة انا وكريم نسترس قوي على الحاجات ذي لان مبارح بصراحة يعني انا كان نفسي يلاقي حد يعني بيقول كلمة شوية تعمل بالنس لكن حضراتكم برضو الاعلام لازم في الاول في اخر يكون لسان الواقع احنا مش هنقدر نيجي نزيف او نيجي نجمل عشان محدش يزعل مننا احنا لازم نكون في الاول وفي الاخر على قد ما بنقدر نبض الجماهير لان احنا واحد من الجماهير اكيد وواحد من الناس المتضررة جدا على الحالة اللي وصل لها منتخب مصر يعني ده كده السامر اوب او زي ما بتقال سريعا الوضع عامل ازاي الحداد وعلى ذكر منتخب مصر طبعا اليومين ثلاثة اللي فاتوا وبالذات مبارح بالصفة خاصة انتي طبعا اكيد زي ما بتقول انتي متابعة وعارفة كان كل الكلام ماشي او تسعين في المية من محتوى من محتوى الكلام ماشي في سكة كابتن ايهاب جلال جدوى جلبه كان مدرب جدوى اقالته حاليا معنى اقالته هو على متن الطيارة طب هنعمل ايه بعد كده او تكليب كابتن حزم كل الكلام ماشي في سكة كابتن ايهاب جلال ما حسيتش ان فيه ناس كتير وقفوا عند اللعيبة نفسهم معرفش ليه يعني ممكن يكون مختل ممكن يكون فيه ناس وقفوا عندها بس انا شايف ان الكلام كله على كابتن ايهاب جلال طب ما اللعيبة نفسها ده انا هوند لو اللعيبة كانوا لعبوا الماتش ده من غير مدير فني كل واحد بشوية الخبرات التراكمية اللي عنده كان هيعملوا اداء اصبط من اللي احنا شوفنا بس هقولك على حاجة انت كلامك صح ما تقولش ان كلامك غلط كلامك منتص صح لان احنا في اثيوبيا لو هنرجع تاني معلش ومحبش ده ما نتكلم في القديم بس لان الجديد اللي هو ان شاء الله يوم الثلاثة والماتش مع كوريا الجنوبية هو مبني برضو عليه ماتش اثيوبيا اللي هو الاداء وده مش كلامي اللي وصفوا قبار المحللين الرياضيين انه هو كارثي يعني اداء كارثي فعلا انا مقدرش بس قلوم المدير الفني او الجهاز الفني بصراحة انا علي دور انا علي دور كلاعب مصر بيلعب فده دشق على كل حل انا وانت اكيد هنستمر وحنتكلم مع دفنا اكيد كابتن فاتحي نصير في النقاط العديدة اللي عليها علامات استفهام